اي اف ام سبور شيك الانجلازة ماضي ساعتين وخمسة دقائق على اي اف ام مساء النور مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور شيك حلقة الجمعة خمسة ماي الفين وثلاثة وعشرين نفس الموعد كل يوم الاثنين الجمعة من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مرحبا بناس كل اللي يسمعون فينا على الفريقون سمتاعنا تحية اللي يتابعون فينا على فيسبوك راجو ايف ام سبور والايف ام تيفي على يوتيوب 24 على 24 حلقة اليوم في بدايتها نحكيه على التتويج نابولي بالسكوديتو الثالث في تاريخ واول مرة نابولي يفوز باللقب منذ تلاثة وثلاثين سنة دربي العاصمة تحذيرت الفريقين والجماهير بقيت مباريه الجولة السادسة يقالت مدرب الاتحاد المنستيري نوفيتش هل يعود في رشوات للبطولة التونسية وتسريحات رئيس الاتحاد الإسباني حول استضافة المغرب مع إسبانيا والبرتغال المونديال 2030 سبور شيك ما ساعتين من دي ثلاثة مرحبا تحية للمخرجة فريق الإعدادة زملية في إيفام تيفي والسوشول ميديا ويحضر معي النجم الإعلام اللعب السابق المدرب والمحلل فرانس بيكينباور الكابتن خالد حسني مرحبا مرحبا بك مرحبا أخي محمد مشغيبا عن الأهل خدمت مع نهار الأربع عنتي دجا نعم عارب عمتبا ويدي لرسلازم مارتبا نحن أخير عمتباك أنتوا ويدي لعبارة مميزة ومشاء الله هي نحن ناتبا 60 الأفوكاء اللي حكاينها عن الأهل 60 الأفوكاء اللي حكاينها عن البرح 60 الأفوكاء اللي عندو الدوسي وورزيل حق اللي معناها اللي يدي في رواب بين 3 أبلدين بين مصر والتونس والجزيرة اللي حكيت جزائر ومصر. موازمة ديبلوما سيئة. ما تخافش ما تخافش معك. عنا 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 اللي زفه كاف زيد يا كبتن المحميد. ضيعتني كبتن. انا نسيتك يا شنوه. محمد داعي. محمد داعي. نعمك الكبتنية السورية. شنو نمو يا كبتن. والله يلو مو نحيو المستمعات. المستمعات نبدايو بيها والمشاهدات. باقي 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 المشاهدات. ما احنا حكينا على كورة القدمة النسائية. ما هو فاقة فاقة انتي صغير طوى عملك عسن يقول لك فهمتي كانت عدم المرنامج. معناه تقول شيرو ديتريس شيرو ديتور. والزعيم بورقي بيقول بناتي ابنائي العزاء دانك باقي يقدموا العنصر النسائي قبل العنصر الرجالي. محمد شكو كبتن. محمد شكو كبتن انتي. محمد شكو كبتن. عنا 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 التزامات كبتن عملك كون يستنى فينا من نابولي كبتن لايف ساعة قبل هذا نرحب بالقناس يحتكر المنتجات والمنتوجات الفلاحية يصدرها الى كامل ألحق أوروبا والخليج العربي يمثل العربية السعودية هنا في البلاتو. محمد سليتي مرحبا. مرحبا. مرحبا كبتن مرحبا كبتن مرحبا. عش مع ترجي المستمعين الكل. هاواي سورفين بارادايز. ايه شنو المساج هذي. مشي الهواي وصلت الهواي. سورتي قتل تابعة السعودية. السعودية بجل. مغروم بالسورف ذا ها. لفيك بالحق جربت. انا تري برو في المصيد البر لكن توي كيبتت عندي ايه. خمسة سنين في الحق. لكن بر يعني برو برو برو. ما علمتني ما علمتنيش. بر قلت لكو برو برو برو. ما شاء الله. ما شو وقت يقمر 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 يقمر. لا اعنا توقف اما اللغة صيادة. يعني وصلت نضرب في الحجلة نضربها بكعبة الرصاص كعبة البالم تالحلوف. اللي هي الصيادة يفهموها. مش كبيرة مش كبيرة. صيادة يفهمو. انا نفلقها. نفلقها. اما يعني كختار وكهو. في انتظار انو تعلمنا شوية تقنيات الصيد البري. نمشيو مباشرة النابولي. نابولي اللي توجه بالسكوديتو ثالث ليه منذ تأسيسه نابولي اخر ما رفز بسكوديتو مع مارادونا عام تسعين. يا كابتن هذه المرة الثالثة. اجواء غير عادية. ما تشوف الفيديو. تشوف الصحافة. شنو تحكي على تتويج نابولي باللقب بفارق مريح. نابولي توجه باللقب قبل ما يوفى السباق البطولة. نابولي يفوز باللقب. تشوفوا الأجواء. نمشيو مباشرة النابولي. صديقة ايمان الجيبسي. شقيقة انيس الجيبسي حاضرة غادي. نابولي وتعيش في نابولي. وعاشت الأجواء. نحييوها ونمشيو لها مباشرة ايمان. مرحبا بك. مرحبا بك امين. مرحبا بك امين. مرحبا أنا ببارشة في بيتكم في الجيبسي. وجبت لكم الضيف من المحبيين نابولي. عمل اللقب مريولو. فريق كل في مريولو. سكوديتو الثالث. عرفنا ساعة ما هو الصديق والضيف الذي معنا. ما هو اسمه ساعة؟ اسم جوفاني. جوفاني جوفاني كيف يستعي جوفاني؟ كيف يستعي؟ كيف يستعي؟ جوفاني كيف يستعي؟ جوفاني 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 جوفاني. كيف يستعي؟ أكبر أن يكون مرحبا بشكل مريحا. قالك فرحان برشا فتحة كبيرة برشا عندهم برشا لم تشعروا احساس عذية صحيح هو احساس جاء بعد 33 سنة بعد بارادونا كانت احتفالات واجوئة والله اول مرة معانتها الى البرح تصدمت بالحق الخرش انتظر ان تكون هناك مجموعة ليس حتى معانتها الشمبيونات اتالي فرحة كبيرة 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 بخطوة طرقات مسكرة بوليسية فرحة كبيرة لا يوجد تعدى ممنوع الضوء بالكراهب الناس خرجت فخطوة من جارها فرحة كبيرة لا نزمت حتى كبيرة نسيتها دجا هي مدينة تنفس كورة تنفس كورة ايمان مدينة نابوليو حتى كنت حاضرين في الماتش ضد الميلان ماتش الكاردو فينال رتور في استاديو دييغو ارماندو مارادونا نابوليو يفوز باللقب اول مرة من غير مارادونا ايمان كنت تشعر النابولي بقيمة دييغو ارماندو مارادونا مثلا الصغار الذي لم تخلطوا عليه كان تصور دييغو ارماندو مارادونا في الشوارع في اللونهجة الكل قيمة دييغو ارماندو مارادونا في نابولي بقيمة ديغو ارماندو مرادونا في자�لي ا bowling مارادونا ومرا ت лежال herbs مراس ومشاهدها نابولي ومراير ما بلاك ديغو ارماند والله ولمث learntن Hindu نابولي ومرار ما بلنا ومراه رت signatures بحان 에� ashل حتى pokم يرذل أما مرادونا كأنه حاضر معنا وكأنه هو اللي سجل وليس أزيمين وإن تمشيك بي صغير في أي بقعة تلقى مرادونا هو حتى استاد اسم جيغو أرماندو مرادونا مرادونا في سنة الانتينين في نابولي وإن شاء الله نتعاود حتى سنة وإن شاء الله نتعاود عام الجيل إن شاء الله نتقعد لحقيقة خطر إنا الحد نابولي برشا إن شاء الله نتقعد نابولي إن شاء الله نتقعد لحقيقة خطر إنا وإن قطع الخط على مرادونا رجعت معنا أيمن نقطع الخط لثيواني أوريلو دي لورنتس في تصريح سماعت لي كابل قال أنه يحب يهزر لشامبيونز ليكة وبعد سكودتو وخذي نابولي تقريباً في الديفيزيون تروى وخذي نابولي تروى وخذي نابولي تروى وخذي نابولي تروى وخذي نابولي تروى يعني عالية جداً وإننا نتصور أوريليو عام الجيل وليس يتخلى على نابولي ويقامل في الحلم ونتصور التوقعات نتصور هزمانة أخرى وتذكرني أمين نتصور السكوديت العام الجيل بشيقات ويعود يقدم في الشامبيونز ليكة وعندو تلب لها وعندو تلب الكابتن كابتن خالد حسني عندو تلب مرحبين مرحبين كابتن يا عايش كذي يا ربي بفضلك ولو أن الرئيس قام بتصريح موش هذا واحد آخر اللي يعجبني هنا واختقالوا له سيلا برسافيرانس معناها أنت باش زيت سكوديتو قال لهم لا إنه ذاك الحرب على السيستام ونعرفه السيد والنار وباقي اليوفي وباقي مي لأنه باقي كذي وما تعرفين صحيح إنه نحب نستغل الفرصة بحديك جوفاني هاكو اللي ايه مش تطلب منو يغنيني او ماما او ماما او فيستو مارادونا فونيشي كتا او ماما او ماما او ماما ماما او فيستو مارادونا او فيستو مارادونا او بحدي toute تقرير او فيستو مارادونا او فيستو مارادونا انا موراتو انا موراتو شنو ملة مويهب عندو كابتو مويهب حسب الأثناء دمو عند الله وكم تريد أن يكون جميلة بالتأكيد نتفكر بذلك الغنية جيدة اليوم المجتمع من تحاجاتها في الخارقة العادة قالت نابل أوباردي نابل أوباردي سورة أزيمة معنقوا مارادونا لذلك مارادونا يقضي بقى فوق نابولي كما تصوير على الآن مع ميسيين في الكوب دي مونت كما تصوير على المميسيين في كوب دي مونت في المجتمع الذي تشعرنا جميعنا بقى نابولي أوباردي من المجموعات العملية ما هو مرادونا بالفوق في السنة لا لا التصويره على الجريدة فيها مرادونا ما يموتش ساحي لم يموتش السنبيل من التعنافلي وهناك تحكي على مرادونا حاجة محرفة مرادونا تشيقع للأبد معنافلي هو لأول كان من الأول هو حاجة لأمشبيتنافلي بالنسبة لي هو حقوق في نابولي نابولي في وقتها في ظروف اقتصادية صعبة برشة تعيش في مدينة نابولي وكان استثمار والمدينة حتى وقتها لمدينة لمولد سحق مردونها قيمة نابولي لنابولي حتى نابولي على الخريطة نعم مرسي بكو شقيقة ناس القيبس تحية لك وشكرا لك بشكل في حاجة قبل منعلك طبعا احتزالات كبيرة لحد في نابولي بشكل مع الفريق مع ماتش فيرنطينا ماتش فيرنطينا نهار 7 ماي يجي بنهار لحد مرسي بكو ايمان شكرا لك انا غنيت خير منه غنيت خير من جيوفاني خير من جيوفاني مرسي بكو ايمان شكرا لك على مدخلتك معنا السعادة جدا ان كنت حاضرة معنا بالفيديو نابولي يفوز بالأقبة الثانية كابتن محمد سليتي اوسيمان 22 هدف اوسيمان الهدف النيجيري الذي مطلوب من أكبر الأندية في البريمير ليج اوسيمان نابولي مطالب انه يحافظ على نجومه بش يفوز بالشامبينز ليج مثل حلم اوريليو ديلاورنت سعيب كابتن لكن هاو ميلان توا باقل التكاليف كابتن وصل للنصف نهاية نابولي كان قريب ايضا من الوصول للدور نصف نهاية وعده موسم ممتاز على مستوى الشامبينز ليج ايضا من نابولي يمشيوا الانجلترا الانجلترا بلاد محمد سورتو حانبال المجبري هاللد ادعم هاللد ايرلنغ هاللد تصويرتو حاطتها في تصويرتك حاطتها في ماريولو ورا ويني ماركي ورا تصويرتك حانبال المجبري هدف الموسم بالنسبة لأحباء فريق بيرمينغ هام الهدف من مخالفة مباشرة نسكو تفكر من نجم رشنا عاديو خطر فما حقوق تمنعنا من 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 عاديو الهدف حانبال المجبري 37 ماتش 21 اساسي مع بيرمينغ هام هدف واحد خمسة امريرات حاسمة هل اداء حانبال المجبري مع بيرمينغ هام محمد حسب رايك انت يقنع مسؤولي مانشستر يونايتد باستيعاته وممكن عودته الفريق المان يونايتد ابتدائنا الموسم القادم اول حاجة احنا نبدأ بالمجبري نقولوا احنا الكمبيتسيون الكمبيتسيون هي اول طريق للظهور والتطور والبروغريسيون هذك اللي صار مع حانبال والروندمون تاعوا مع بيرمينغ هام ومع الليكيب ناسيونال لتطور برشا تحسن الكمبيتسيون اعطاتوا ثيقة في النفس لكن هل هذا كافي انه يلعب في مانشستر ولا لي؟ لكن هذا ما هوش كافي قدام عباد كان مثلا قدام كازيميرو قيمة ثابتا ريال مادريد ما تنجمش وزاد شارينو برشا فلوس انا نشوف يزيد عام اخر يزيد نظن يكون ينجم يقلع بلاستوان ان شاء الله نحن نتمنى والحظ السعيد اللي حنا بعد المجبري ممكن يمشي عارة الفريق اخر لماذا 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 تنجم بعد المجبري يزم يمشي الفريق يلعب فيه موش يزم يمشي فريق فيه نقايس في البوست تنبيعه انتي تنجم راو سوى شوفه امين تنجم انتي مثلا انت ترينا جمعة كاملة وانهارت لحد تنجم تكون مكش حاضر فانما فرق تكون تلعب انتي مثلا ترينا ماتش في الجمعة وتلعب ماتش تكون ديما كومبيتيتيف حاضر خير من ترينا جمعة كاملة مانو فكش برش انا عشتها هاد انتي مرة شايت كابتن السفين محمد خوله انا اخوله واحد مرة جي مرة مش ديما شنو ماذاك مرة يعني مثلا مرة 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 انا مرة مرة انا مرة غبت انا اشخلك انا مرة غبت ثمانهين الفرق تواكول والمدرب العام اللي مقتا كابتن تو انتي صارت عليك وصارت عليك ايش مرة مرة قد انتي سمحني خلص فاكت انا اعطيتك انا ضربتك مثل بش تفهم عليه في المطلق لانه مناكش الرياليتي لانه ما عشت فهمة ديسبلين لكن اعطيتك في المطلق لكن اعطيتك بش نبين لك يعني اهمية الكمبيتسي لانه ما نصورش انه مليع بمثلين تاني انا مرة في الجمعة بش يلعب يعني بش يلعب لا فهمة كانت فهمة سوية حكا هاوي يلا بش نحكيه على الدربي العاصمة انهار لحد الدربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي بحضور الجماهير فاصل ورجعي ماذي ساعتين واثين وعشرين دقيق علي يا فهم في عيد ميناد الكابتن القادم وحام سيتي يتزم بشراء هاتف من اخر اتراز واعلى اتراز والكابتن الخالي الحصني وانا راني انا بخلاف قلوه مستعملوش حجوكه والله مناسبة الله يرحم والديك يا ناس اقسم بالليلة عندي فيسبوك مينا نعرف انا كانت استعمل كان الواتساب كابتن الناس اللي يكوب التاتر باسمي نعملولك باش كابتن بتعملي جسوي ريكم سا نعملولك باش لا يا اخوي خليني كابتن نعملوك باش كابتن باش يا ودي بلوح كيفية يا ودي ما نحبش مينا نعملو فاك بروفايل كابتن لا فاك هما يكون عاملين فاك فهمتن والله اصيلو دربي العاصمة هلا لحد محمد الافريقي خياس طديف التاراجي بحضور 24500 متفرج جوز فرق خارجين من هزائم الافريقي انهزم ضد النجم الساحلي التاراجي انهزم ضد النادي السفيقسي الافريقي في البلايوف رسيدوا فيه ثلاث انتصارات تعادل وهزيمة كيف ترى الارقام محمد حصيلة الى حد الان محترمة يعني نظرا بالارقام باركة ثلاث انتصارات تعادل وهزيمة نقولوا حصيلة محترمة بالنسبة للنادي الافريقي نبدأوا نحكيه وعلى الافريقي بعدها نمشي بالتاراج صحيح طوال الكلوب افريقي طوي كذلك اختبار احنا كتجي تشوف انت الريزولتات طويكة يعني وتقارنها باي جامعية اخرى الازمة اللي في الكلوب افريقي اكبر ازمة الحق يعني الازمات اللي مرت بها من الكلوب افريقي مادية واداريا ومتاع العبيد يعني تخليه عقوبة الملع من الانتداب وعدم تدعيم الفريق اصلا المشاكل هي مادية وعقوبة لانك شنو انت انت تبدأ عندك جوارات طوال احنا نحكيه على نابولي الجوارات قيمة الجوارات وجودة الجوارات هي اللي خلاتك تهرب بعيد تهرب بعيد باش تهزى الشمبيونات زالا كيف كيف الكلوب افريقي عندها عدة نقايص لكن هالدربية عنده احكام اخر بتنجم تكون عندك عدة نقايص وتعمل مرش كبير فهمت نحن قاعدين نشوفوا ما بين جمعيتين خارجي عندهم ازمات يعني الاسبرانس عندها ازمات وكلوب افريكا عندها ازمات يعني في ازمة شلو ازمات اهم قلت خارجين خارجين من الازمات احنا نقولوا خارجين من الازمات لانك توقع حكينا على الكلوب افريكا زادة الاسبرانس زادة كيف كيف بيتو نحكيه على ترجم شو ازمات الافريقي بو عنا رياضيا الفريق معناها النتائج لحد لين محترم ازمة مالية لا لا شوف 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 نحنا فما يعني يتقول ندي الافريقي ربح ثلاثة عام النول وخسار يدخل نتيج في الاديرفيقي يتكون يزمك عندك قناعة بينك وبين روحك اللي انتي فما رضا تام باللي اداءا ونتيج انتي تويكا مثلا الكلوب افريكا ملعبش تزد الجمعيات الكباركباركباركبار حتى المستير لعبت لها ناقصة ومن غير ما نقولوا برشة حاجات ندخلوا فيه لكن حسبناها ربح ومهما يكون ربح لانه حتى الكلوب افريكا في ازمة لكن انتي تويكا اسكو انتي في مخك في ذهنك انا كوارجي اسكو لكلوب افريكا تنجم تمشي لبعيد ولا لا انا مثلا انا نسأل في المطلق انا نحكي اسكو لكلوب افريكا تختب عن اعتبار الظروف اللي ما ربيها لكريكي انا مثلا كجي انتي تسأل حتى واحد مجمهور تقول الوطن مستير راي كاملة ومرتاحة ومش تلعب لنا اه قولك اشتاكلنا بتلاف نحنا عنا ازمة في جودة اللاعبين ازمة مالية خانقة يعني تخليك ديما اللي تعمله تقول الحمد لله احنا تويكا لكن الدربي عنده احكام اخرى الدربي حاجة اخرى الدربي عنده قواعد اخرى بتدي طاي تحكم في نتيجة بتدي طاي ومع الجمهور تبدل المعطيات الكل تبدل المعطيات الكل انا نقول زادة ما تنساش اللي عندك جمهور الكلوب افريكا يمكن فابوري فيش نوع في الجمهور جمهور يخضر بكثافة والجمهور الوحيد اللي معلى بالوش برزولتان تعجمعيته يتنرفز وغضوة تلقاه خمسة وثلاثين الف يعمل تروا ديفاتور بعضهم يغشش يضرب الملعبية تلقاه حاضر يعني الجمهور الوحيد اللي هو فخر للجمعχ الحاجة الوحيد لا لا نحكو على الكلوب افريقان جمهور الوحيد هو فخر جمهور الترجي والنجم لا نحكو على الكلوب افريقان لا فخر الجمعية هذه جمعية النادي الفريقي الفخر مع الازمات اللي قلتك عليك ونحكو على الازمات هي فخر النادي الفريقي الحاجة الوحيدة ترفع القبة على الجمهور الافريقي يبدأ الفريق خاسر تلقى بعض من غدوة في ديسيبلي مش حكية تجيع فقط يعني تجيع مدين ومعنوين هو اللي قاعد يحلك في المشاكل امتاع الإدارة وامتاع اللاعبين حتى اللاعبين يكونوا ديسوي هو يزلم المورا بها احنا حكينا على الجمهور خنكامل نتفعل معاك فيما يخص الجمهور لكن الحقيقة الجمهور الافريقي تم تحميله ممكن اكتر من مسؤوليته فيما يخص توفير السيولة وماديا معناها الجمهور ادعم الفريق برشا وكثروا عليه الجمهور الحقيقة معناها شوف انا قلتها من قبل انا مش قلت كل الحاجة بشي عملها الجمهور انا جمهور خليه للتجيع خليه للتجيع انت كانت خليت الجمهور للتجيع رو رادس يزمك تكري ورادس اخر معه لكن انتي فما عباد كيفية يحب جمعيته ديما الفوق فما عباد تحضر معنا بالهاش يقول لك خوية معها في الصراء والضراء فما عباد تتنرفز فما عباد ضد الإدارة فما عباد ضد الجوارات يعني انتي تصور انتي مثلا الكلوب افريكا كما اي جمعية اخرى في تونس لكلوب افريكا ديستانقية عليهم الكل لانه الوضعية لكلوب افريكا اقوى من اي جمعية اخر لانه مثلا حتى اليتوال والاسبيرون صرت لها نفس المشاكل المادية القاتشكون يقف معاها والقاتشكون يرجعها للطريقة الصحيح لكلوب افريكا لا رجعها جمهورها جبد 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 لكن نفس الوضعية يلزم حل جذري ولو انه الامور مش تصعب اكثر لانك انتي كاتور جوار ما شاك المادية اللي ذكرت انتي بالنسبة للنجم والترجرة ونسبة لانه اللي صار على النادي افريكي ما صار حتى 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 ما صار شاني قواتك ديستانقية قواتك ديستانقية لكن خويا الجمهور لكلوب افريكا ما تلقاش كيفو في تونس في عشرة ثواني سمعنا انه مش تكون فاما دخلة كبيرة من جماهير النادي الافريكي والله يشوف رو ملا شيء نجمي نحنا عملنا مرة دخلة دخلة وعالمية وجات بجريد لكن الابتكار معروف على الكلوب افريكا الابتكار والهيجة والشو معروف على الكلوب افريكا على جمهورها سيرتو الشعب خويا ما تنزمش سنتيمون اخرى سيرتو كي تبدأ ملاعبي ولا كي تبدأ عندك الذكريات معه باعتا تتحكييلي أكثر على الذكريات في الدربي اخصا البان انت سجلت والعب الدربيات او بدات عينيك تلمع عد يفكر في الدربيات والله تصدق فم غنايا قاعدة يجي فيل مينوت اه ماذا هو الغنايا وهو لا معناجامش اقول هذا لا تليق بالاذاعة وبالراجع لا لا مش لا تليق يعني هي تتقالب تلييني با احتراما في اماما مرادول اماما حماس ليكي اه هذا هو مصر. فقط الأفريقي والانتظارات من الدربي هذا الخاصة الأفريقي. يجب أن يعود بعد الهزيمة في الدناج مساحي. ما هو؟ ليس يعوده. ويلعب 14 مباراة. لا تفهمت عن لماذا فريقي يخسر مباراة الطابة والعامل. ليس نرمال. ينسيها ثم ينطلق من جديد. وهذا ليس يعوده. نتكلم عن الاحتراف ونتكلم في أعلى مستوى. واحد اثنين. الدربي راه مباراة خارجة على النمطية. ولو أنا باقي يقول راهي بطولة فيوصل البطولة. فالتراجي والافريقي عندهم بطولة بيناتهم اليوروتور. يكذب عليك ويقعد ويتذكر بعد سنوات وسنوات الأهداف. وليس الترتيب. هكذا ولا؟ صحيح. تقول لي أنت قبيل الأكروفريكان. بقول الأكروفريكان كتشوف. يعني الوقت الحاضر عندها مسيرة جد إيجابية. عند 11 نقطة. ثلاثة. انتسارات تعادلوا هذين. وشيوا على الأرقى. ولكن لأكثر من هذا مركز ستة بوت. وأحسن ثاني أحسن هجوب في خمسة مباراة. بعد بنجردين. بعد بنجردين ولكن أحسن دفاع مع اللي جميلة دي ساحل. هكا أو ليه؟ بقول محمدا ثار نقطة قال ما زين ملعبش النادي الأفريقي ضد ترجي. شو شو؟ أنا قصيت على حد. ها سمحني. أنا سيكت عندي المهاصية. كل واحد عنده رأيي. كل واحد عنده رأيي. شو معناها يلعب ضد الإطوال ولا يلعب ضد السفاق. معناها مش جمعيات حتى يزوء يلعب ضد ترجي. باش معناها هو. ليه والدي. ليه قلنا نخسر الدرج مسيح. مباراة الترجي. مباراة الترجي. بالنسبة الترجي الأفريقي. مباراة كأي مباراة في الترتيب. ولكن. هذا ديربي. ديربي أنا قلتك ملورة. مباراة خاصة. سيونيك. لا تعترف. بي. لك لسمة. ولا يلعب تلبرح. ولا يلعب تلبرح. ولا يلعب تلبرح. لا تأخذ عليها أحكام. بالضبط. مباراة الأنصار. ولكن أنا. نحب مش ندخل في الأمور خطر مع واحد. معنش الغيب. شو مش يصير. ولكن هذه مناسبة ندال الأنصار الأفريقي. مم. شنو تحب تقول. معناها كريته شوني سعر. وانا نعمل ياسر على واعي البعض. واعي. مش البعض. خلينا نقوله الأغلبية. فما أقلية هي قاعد شوش. الأغلبية دي. واللي معناها. أعطاه المثال. المثال يحتدى بي في العالم. كيفاش يقفوا مع جمعيتهم. إن شاء الله يقفوا مع جمعيتهم. ويقفوا مع جمعيتهم. في الميدان. ردوا بالكم. تعاونوا جمعيتكم. وإن شاء الله دي. الانتلاقة. لبداية جديدة في كل الملاعب. أن الأنصار تشجع. في نطاق المحترم. في نطاق المعقول. وعليش لا. أنا باقي راني جسوي. أبتميس. مش جي نهار. وراه استاداتنا. مش ينظفوا. إن شاء الله إن شاء الله. نبدأوا من توا. نبدأوا من توا. ويلزم ما راهوا. وعندهم مسؤولية كبيرة. كل أنصار الفرق. هي المسؤولة الأولى والأخيرة. على تحرير الملاعب من الدخلات. خاصة كابتن الفرق اللي عندك قاعدة جماهري كبيرة. لزي ما تعطي الأكزامبل. للجماهير الأخرى. الكل بين. نحب نسلك على سعيد السيبي. مدرب النادي الإفريقي. سعيد السيبي بالرصيد البشري. المتوفر عنده في النادي الإفريقي. لنجم يعمل مخير سعيد السيبي. شو أذي سؤال في الغيب. لأنه انت قادرة عديدة ديما للمداربي الفرق الأربعة. أنا بسأل لك سؤال أخي. شمعتها مخير. شمعتها مخير. معنى ثلاثة انتسارات تعادل وهزيمة. معنى النجم يعمل خمسة انتسارات. شمعتها مخير. معنى مفهمش مخير يا خي. معنى. نتاج مخير كابتن. شمعتها مخير. معنى مخير. معنى شو نفهم معنى. شو المشكل في الفريق. لا لا معنى. معنى حتى تقول لينا. أنا يعرفوني. فهمتني. لا محايد. شو المشكل للرجل الثالث. شو المشكل. شو المشكل. فهمتنا. انتك فهمتنا. انتك فالتونس. وكما تطلب والنديجة. وانتك فريق في تونس. وكما تخطي المعادلة بين النداء. وانتك فهمتنا. انتك فريق. وانتك فهمتنا. تفعل فيه المستوي. تستعمل مع قتل يشور. مخير المشكل. حسنا. انتك هجوميا. حسنا. انا كانت عندي فكرة. معنى تك تك. صمحني. لا 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 نتكامل لك. نرجع لك. نفيد دار انه ترجع لك الفكرة. محمد جميل الافريقي تلون ممكن اذاعة الفرص على مهاجمين لديه الافريقي. التجسيم. فيه مشكل ترى انتي. شوف يعني انتي ما نحكوش على التجسيم في حد ذاته. احنا كتجي تحكي على وتحكي على التجسيم وتحكي على الجوار. انا نقول لك سعيد السايبي لحد الان من يبدأ يريني وهو يفركس على التشكيل المثالي. لأنه في كل ماتش فم عثارات. في كل ماتش تلقى في كل ماتش تلقى آآ جوور آآ آآ مهوش في فورما. يغلط لك غلطة غراف. آآ استريس. فهمت؟ التوى حاليا قلت لك انا حتى الماتش لي فيت ماتش مستير. يمكن الارتياح الكامل للجمعية. ما انتي قلت القاة ممكن التشكيل المثالي. احسن بذبط بذبط لكن ديما انا نقول ديما حمدي حمدي العبيدي مثلا كان سعيد السعيبي ما كانتش المشكلة كتصير لانك انتي في عندك نقايص وانتي مطالب بالنتاج في ظل المشاكل الكل مطالب النتاج ومتاء والنتاج هذه لازمها ديجوور كاليبر ديجوور حاضرين. يا ما انا مشيش معك برشم انا في هذا فما ديسيبليين فما. ما ايش حاجة بتاع ديسيبليين ما نحبش نرجع لها ما ايش حاجة بتاع ديسيبليين انا يكون انا انا مثلا نجم نخرج من موضوع. انتي مكشان ديسيبلييني كنت ملاعب. مدربين كل عنك ما ومشاكل معني. لا والله لي والله يديسيبلييني على اكثر واحد يخدم في التيران. ما الاخر يعني. لكن ديسيبلييني فيش. في في حقي وقا. عندي رسالة نصيه روتو اكدا ان وانتي مكنش. النصيه يعني. مشكون بعثهم. ايه. عندي لي لي عندي. 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 ازملائي السابقين. زملائي درقام هما موشت ديسيبلييني. اه لا لا لنعرف وين زميل. فما زميلة قونه بزميل. لنعرف وين الطوب متاع ديسيبليين معني ونجم نساميه. سلامي تحب تقول انت. شنور. خطر اكثر واحد يكا عبرها لي هو سلام. انا اكثر اكثر واحد. اكثر واحد موج ديسيبليني. ما اندخلش في علاقتك انت يوسام السلم. اكثر واحد موج ديسيبليني. كابتن ممكن تجسيم الفرص في نادي الافريق الجمهير تلوم نوعا ما على مهاجمين الافريق عدم تسجيل الهداف. محمد قال انو سيد سايبي القاد تشكيل المثالية في ماتش الاتحاد منسيري. توافقوا ولا? شو? تسجيل الهداف الافريقي عنده ستة اهداف في الهجوم. على خمسة مباراية. هاو سيدي. الثاني هجوم بعد بنجردين. قبل لتوال. قبل لسبب احسن دفاع. هنمشي وكاية احنا واحد. الارقام. بالعلم. بالارقام. اه ما تكذبش. هذا واقع. معناه وتنكا يحدود الله. منطلبوش حاجة. من مدرب او من لاعبين اكثر من طاقتهم. الشي اللي عملتو كنفريكان الوقت الحاضر يشكروا عليه. عندو انس بوان. الولاني كاس. ادو بوان الشامبيز ليك. ويناجم ومزيل. مزيلو كمبيان مزيلو. تسعة مباريات سبع وعشرين نقطة. نفوت. رفانسات. عليش نسب كل احداث. عليش نسب كل احداث. المباراة هذه. مباراة خاصة لاكثر الاقل. مباراة تعنيقات. مباراة بريستيج. مباراة نعرفو ريفاليتي اللي بين الافريقي. والتراج هيدي. كل إن شاء الله. إن شاء الله تجعل من يتي المباراة. إن شاء الله نشوفو لعب. إن شاء الله نشوفو لعب. وكحو. هذاك بوش تتمنى. معني يا نيس ما تتلبوش عايشكم. ما معنى الادة. برب بفسرول يطوو تلاثة اربع سنوية. يحبوا يضربوا انترونير ولا يضربوا جماعية ولا يضربوا الأداء. ياود الأداء قامت بإسبانيا هكا العام. معنى نشحت أداة ونتيجة. وتوقت تشوفوا فيه موبلونيفو. فم الأداء فم الأداء الفردي اللي يطغع الأداء الجماعي. خلتان كابتن أنو كوستر مثلا مدرب الإفريقي. تفكر في الفترة هذيكا كان لولاني. ومشاتكا لغة الأداء 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 الأداء. ويربح واحد شاي معنا ديما. مبعد تنحى لأنو. هذيكا تنحى بغاية بغاية كذا. فهمت لي. خادر فهمها ناس. معنى لي تفتي. بغاية شكون. قاعد كذي يفتي ويفتي 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 والأداء الأداء. ونتي الأولاني. وسكيت باري يكون عارش يا ربي. إن شاء الله ماني شغالت أخوية محمد يكون عيلا في آن ودو بوان في الدفاص. وجمعية بايا كل كتير في كتير دينار. ما تحبوا من هذا؟ اللهم اللهم وين يا أخوية شو أنا محايد نحب حملف. ولكن زادة عندي نجمة نتكلم على الأخرين. الله ما فهمها ناس ما يش قابل المدرب. كي مش قابلتو. خلي نكمل عام وكأول. عام وفا وفا. ولكن زادة يزم تكونوا واقعيين. إنتي أنا مش نحكم على مدرب نحكم على ساعة الواحدة اللي عنده. الرصيد البشري اللي عنده. لكتب الأقل. وقد ليش مرة نسمع الكوفريكان يقولوا رصيد البشري محدود. إذا فهم في وقت ما استعرفوا بيلي هو محدود. من الجموش نطلبه. معنيها أكثر من الحدود انتهاء. ولكن الأقل معنيها. وإن شاء الله بارتي تبدأ بها وتتعدى في القرادة بها وتتعدى في الواحد بها. نحن نتحدث عن تراجي لأن الوقت يداهمنا. طولنا في الحديث على النادي الأفريقي تراجي إهدار ثمانية نقاط. بما أنك كابتن الأرقام تستهويك والأرقام لا تكذب كما قلت. إهدار ثمانية نقاط في مرحلة البلايوف بالنسبة للتراجي. انتصار للتسحاد بن جردين. انتصار ضد النجم. تعادل مع الاتحاد المنستيري. وزوز هزائم واحدة ضد النادي سفيقسي واحدة ضد الأولمبي الباجي. التراجي سجل أربع أهداف بل خمسة. ها هو مربط الفرس. ليس التراجي ضيع ثمانية أهداف. معنى شو التراجي مكتوب عليه يربح المنشط الكل. ثمانية نقاط قل. ليه إيه ولا ثمانية نقاط كم تمجيش منه. في الكل في العالم تخسر مباريات اللحنة منه. من فميش قانيون قانيون. يا وديون بيرون قانيون. ما فمس شنون حلوة طلعتها بط جو كذين عملوا جو في البشر. معنى مستحي بشو تطلب من جمعية تربح ما تشويتها الكل. وخاصة إذا شوفوا سي لوكاء يونيك تحت تراجي. الذي توسي اللي معنى يلعب على خمسة مواجهات ولا قدية. تبا با دومانديه أكثر من اللي قطوة قائمة بيل أكثر على الأقل. معنى شو كي تقول انتي خويا مين ولا حتى ناس أخرى. خسر ثمانية نقاط معنى شو نخلية جامعية تخلية شنو. شو معنى جامعية تخلية حد شاي. نعم. ما قلتش أنا من احترام في رقم. لا. وسهري بالتراجي رايك الجامعيات تتعدى بفترات. وليس تخسر. وليس تخسر. شو تخسر ما هي حقاش تخسر. معنى أنا نسمع في كلمة وأنهي. نسمع في كلمة ما دخلش المخي الحد. يلعب في التراجي يزوير بحكل ما تشويت. نو موبتي. هذه زادة ضغط على الملابية وضغط على الناس كل. هو ما يقولوا ويش في الريال ما يقولوا ويش في مرسلون. فهمتي أما التراجي المحيش شي المحير وأنهي. هو أربع نقاط أربع أهداف خويا محمد في الهجوم. والدفاع خمسة أهداف قبلة القولا فيراج أول مرة يكون في التاريخ التراجي عندها موازع. عندها شخص واحد سلبي. نعم رسيد سلبي. رسيد سلبي صحيح. التراجي والرسيد السلبي والدفاع قبل أكثر مما سجل الهجوم. مهدار ثمانية نقاط الأرقام هذه كل. أتأكد أن التراجي لا يمر بفترة طيبة. لا يمر بأزمة كما قلت أنت قبل. لا يمر بأزمة. لا يمر بأزمة. لا يمر بأزمة نقاط. نقاط في التراجي معلومة. المعلومة نقاط البارزة والذي ظاهرة للعيان والذي نحن نعرفها. وهي نقاط في الهجوم. وبعد يأتي الأطراف. وهي كانوا هذوما الثلاثنين. كانوا نقطة قوة التراجيات. لا يمر بأزمة نقاط البارزة. 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 في الساحل. مصر أقوى منها. يعني فيما أمور تفرض روحها. لكن. لا شو نقوله نحن؟ ريت الأزمة هذية مثلا؟ لكن عقبة النجاح. منتعة الإسبيرانس. والاعتراف بها. وقت يش تولي. وقت الإسبيرانس تربح الأهلي. وقت يتربح الأهلي الإسبيرانس. حتى الدربية خسارة الدربية تغضوا عليها. يولي أحسن أمترنور. أحسن ملاعبية. وأحسن رئيس. ولكن يصير العكس يتولي. أسوأ في الجوارات الانترنور به وعليه والرئيس يزيه هدايا قطلك عقبة النجاح في الإسبرانس توا سيئ وصلت عنق الجزاجة اللي كان تربح الأهلي كل أمور الكلة تتفرهت المربع الأخير كما يقول كابتن المربع الأخير لا يرضي جامهير الترججة ديتونش خاصة أنه تلعب ضد الأهلي وتعرف المنافسة والريفالي تابين الترجج قطلك كان تربح الأهلي الأمور الكلة تولي لأسوأ في خسرة الأهلي العكس بالعكس أنا من كلمك نفهم أنه فما مشكلة في التعاقدات التعاقدات أو أنت قلت السوق تفرض عليك لكن واضح أنه فما مشكلة في التعاقدات فما ملعبية كابتن كيما شارع رحكينا لي عشرين ألف مرة ملعبش في الترججة ديتونسي عزيز فلاح مثلا صارت عليه بوليميك نوعا ما في الفلسيف برشا كلام تقال على عزيز فلاح في المركات ولكن ما رينيهش والله شو والله يعطيك ساحة بارك الله فيك أنا على الولاية دي في السيف بريموج عرايد ورديونات جاي من نجم السيح وجاي من نجم السيحلي ونجم السيحلي معنى حتى الأنصار تع نجم السيحلي جايوا ضد المديرات كفاش فلتوا في الملعبية دي قلت أنا والله فلتوا بفلتات الزمن ولكن يسيب نرديده لسير كلاسيا وينو الهالة اللي سبقته المجيء انتاعو وينو فهمتني ولا لا؟ ثانيا شرارة شرارة بالناس الكل تقول لي جاي مصاب قد شما سلعب شرارة طواب ما عفت الحكاية هذي امور داخليه تعال تراجي يعرفوا هما جاي مصاب مش مصاب ستونافير كله رجال معنى هكي انتي تقول يزم يناعمل يزم يناعمل هنا انتي دي بارير درواري كورفينو ما بتي فهم اخرين حاجات اخرين دي بوست اخرين قال قال الاطراف محمد قال معنى الكورة مايش اتراف برك الكورة الهجوم مايش اتراف برك الكورة مايش اتراف ما ما تنسيش كابتن هوا اسمع عندي انا اتراف بهاين ونعمل ستون تراجي بخلاف الاطراف وفهم عديد اللاعبين في نهاية عقودهم في التراجي والحادلين ما فهم احد شيء بما يخص تجديد الوقود معنى نحكي علم لعبية ودولين كابتن غيلان الشعلالي محمد علي بالرمضان اذوكم اذوكم اذيك امور اذيك امور داخلية تعال تراجي ولكن كنشوف انا اللي التراجي قابل خمسة اهداف وما ادراك ما التراجي في سبعة في خمسة مباريات وعندك ما قلت انتي قلت نحن سلبي اي رسيد سلبي رسيد سلبي ها نيه تقف ستوب بشتوف عليها تراجي معنى ثاني اخي بنفوس في الواحد كابتن ثلاثة ماتشوات مهمة حتى محمد سؤال موجهة لكم مزول ثلاثة ماتشوات مهمة للتراجي يعني الدربي والاهلي ذهاب واياب تعتبر معنى في حالة الفشل في المباريات اذوما الاتار الفني للتراجي مهدد الله اعلم اخو اذيك امور داخلية انت على الهيئة المديرة التراجي التونسي هي التي تقيم عمل المدرب ونتيجة المدرب والقرار النهائي هو في معنى يتخذ الهيئة المديرة وليس الكرونيكار محمد شوف هوا هي اول عدو للمدرب هي الخسائر مش يكونوا مواضحين وزيدة الضغط اللي مشي سلطه الجمهور لانه على حسب الطموح مش يكون ريكسيون بتاع الجمهور عسب الطموح بتاع الجمهور وحسب جمعيته وين ماشية مش يكون ريكسيون بتاعه انا ديما الاخسائر اه الحق حاليا اه حسب ما تبعت انا الجو العام في الترجل هذه نشوف اللي الامور مكهربة شوي اه النقايس مش مقتنعين بها مش مقتنعين اللي يعني اللي اني اه اه رو الدفاع مثلا كي كانت ويكا الكابتن يحكي على ديفونس قابلة اكثر واحدة اكثر ديفونس قابلة لانه الدفاع يزمو يكون منظومة كاملة واحنا نقوله حتى في العرفة متاعنا الاقديم الاقديم ما نقولوش تويك الفوتبول موديرن نقوله اول ديفونسور هو لاتاكون انتي لاتاكون نحنا تويكا مولت بدلت برشا حاجات حتى تويكا يقولك تويكا كابتن لا يقولك تويكا كابتن فما المهاجم الوهمي هو ينجم يكون اكثر كما شفنا هالاند وخر ولا ولا دي بروين ولا يماركي وكذا فوتبول موديرت بدلت يقولك مثلا الكلها معنية باش تمركي تويكا هي حتى زاد الدفاع منظومة كاملة انا اخويا مع الماراتون اللي صاير مع البلاسور في الركيز الاساسية والله انا نكون عقلاني لكن حتى ولو اندي تكون عقلاني دي ما رغبة الجمهور ورغبة التجديد ورغبة الروح الجديدة لازم في اقوى الجمعيات في العالم انتي قلت ترجى اكتر دفاع قبل ليه الدفاع قبل اكتر من الهجوم اكتر دفاع قبل اهداف هو دفاع تحاط التطويم من بعده الاتحاد المونستيري السبع اهداف ايه بو غلطة احكيت على الاتاكون هو اكتر واحد او الواحد يبدأ يدفع عفوا انا شفت مرة احصائية افسي بارسلون في زمن غورديولا اكتر واحد يفك كان ليو ميسي اكتر واحد يفك كورة هو ليو ميسي بالارقام والاحصائيات هذي في الكورة العالمية شوف شوف المشكل انه ثلاثة القدام وقتها يالعم مبابي ونيمار وميسي ممكن مبابي اكتر واحد يعمل مجهود لكن نيمار وميسي ما يفكو الجملة لازم في اي جامعية شو شو كتثبت فيها بليح في اي جامعية مش تلقى في فكسورتو في فكين الكورة تتبعه جمعه كم يعمل بلسمون يعمل بلوك يعمل بلسمون وقت يعمل سينيال هما تبعوا ناس كل في الاسبرانس انا مفقودة القدام الحق معاه ارا وشوف ما نشتنا نقدح فيه الالفانسانتر لكن فان فانسانتر قاعد ماتش يمشي ماتش ما هو ما يمشيش ماتش اللي فات تحمل المسئولية متذبذب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاسبرانس انا نحب نشوف ابن حمودة معه الدول لاتيرو اللي قويين اللي وصلوا الكورة انت علي السونتراج خاطر ماريناش ببرشة ماريناش دي سونتراج على الجناب من الاسبرانس برشة برشة اللي عاونوها بالقداية بالقداية واللي دي بوردور اللي نقصوه من المركاج بيه بعش فاني ما نحكيه على كواليس والتسريبات حول عقوبة التراجي من الكاف بعد مباراة شبيب القبيل شنوه قارت لجنة الانضباط صلب الكاف في حق التراجي موسيقى 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 كابتن خالد حسني وكابتن محمد السليتي قبل ما نحكيه وعلى إقالة مدرب الاتحاد المنستيري داركو نوفيتش العقوبة على التراجي من قبل الكاف اثر احداث مباراة الجي اسكا شبيب القبيل حسب التسريبات لان البرح كانت اجتماع للجنة الانضباط صلب الكاف يترأسها الجنوب افريقي ريمون هاكل كابتن صلب الكاف يقالوا ان التراجي سيكون مدعوم بجماهيره ضد الاهل المصري العقوبة لن تكون لعب دون حضور جمهورة وحتى كما قال بعض يعني ان التراجي ممكن يلعب خارج حدود تونس هذا كله صعيب يأس العقوبة ستكون مالية حسب التسريبات لكن الحد الآن نرى مفهمة حتى شيء رسمي كابتن انتصرنا باللجنة القانونية للتراجي الرياضي التونسي من زين ما وصلهم شيء من الكاف منتظر ان الكاف يرسل التراجي ولجنته القانونية في الساعات القادمة لكن حسب الكواليس وحسب التسريبات التراجي سيكون مدعوما بجماهيره لكن هذا كله يقعد كلام وتسريبات وشيء رسمي قد يكون قد يكون مدعوم لكثري مدعوم حسب اللي اسمعناه نقوله بنسبة كبيرة ان شاء الله التراجي بشيكون مدعوما بجماهيره ضد الاهل المصري في ملعب حمادي العقربي في الاتحاد المنستيري بعد خلينا نقوله بداية موسم او نصف الموسم الولاني كان الاتحاد المنستيري في التوب كابتن ثم النتائج تدهورت والخروج من كأس الكاف ظروف صعيبة عرفها الاتحاد المنستيري في الصفر كابتن في الاقامة في كل شيء ظروف صعبة مع الإصابات مع النسق العالي مع تتالي المباراة الاتحاد المنستيري تراجعت نتائج وهو كلنا حكينا على خدمة كبيرة يختم فيها المدرب داركو نوفيتش لكن بعد كل شيء تبدل والمدرب تمت إيقال تو داركو نوفيتش يقال من تدريب الاتحاد المنستيري المدرب السربي اللي كان أزاح الترجي من ربع نهائي مع وفاق ستيف الموسم الماضي الاتحاد المنستيري محمد وأزمة النتائج اللي عرفها مؤخرا والله يشوف الاتحاد المنستيري ضحية الإمكانيات علش انت كتشوف انت ذكرتها ونقطة نقطة مهمة ذكرتها انت في الديبلاسمون مثلا انت كتشوف انت شوف اللي سكالي عمله ويعمل قداش من ساعة ولا فهمه ولا فهمه يعني تعب 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 هذي يشكون هذي تبين لك إمكانيات متاع الجامعية وكلها راحة وكلها مربوطة بالماتش انت كيفاش ريكوبراشيون مفماش جملة يعني بعد جيتو دنكو تلاعبوا ماتش ومعا اللي بليسيور اللي صرتو هي عندها افكتيف ريدوي عندها جامعية حاضرة عندها ملاعبية شوفناهم طو مثلا كي جي تشوف انت تعمل روبير روبير متاع ماتش الاسبرانس لهنا يعني ايكيب حاضرة من جميع من جميع النواحي ايكيب بلوك ايكيب ماشاء الله جمعية في الرياكسيون قوية بعد خوية جي مع بن جردان تخسر لك مثلا لانها عندها نقيس مهمة اللي روبير رجعهم بماذا ضاعب بنقص الركيز متاحها ومزلت مش تزيد تعاني اكثر خالب بن يحيا محمد علي معالج لاسعد جردان من اسلام ورشحة تدريب الاتحاد المنسيري شوف والله يعني شو اقول لك انا اختاري اسم منهم مرتبهم ليشكون ممكن الافضل لتدريب الاتحاد المنسيري شوف يعني خالي مش نقوله بجفيد فيه ما عنديش وقت برشا ايلا محمد ايه نقوله نحنا مثلا لاسعد جردان وبن يحيا يعني في الأول لانه معالج هنا هنا يعني انترنور طموح بالنسبة للظومة لكن انا نقول بالنسبة لاسعد جردان هو الاولى ليش حسب رأيي شخصي لانه يعرف فريق لانه يعرف الفريق ثاني حاجة لانه بن يحيا متساعدوش تاويكا اخفاقة في ازمة المنسير تاويكا في ازمة كان ذي اخفاقات مع اخفاقها متاعلي صار مع السيابي تولي بن يحيا سيرته في الميزان وصمته في الميزان انا نقول اللي لاسعد جردان اولى وهو يكلم في اللي جوار يعني يعرفهم وادرة بالجو العام نظن هو يعني بن يحيا يكون في اول الموسم يكون خير داس عاد جردان خالد بن يحيا ومحمد علي معالج كبتن من ممكن تراها الافضل لتدريب الاتحاد المنسيري بتعملش عليها بشو قولك من هو الافضل بتعملش عليها خضر معنى الافضل بالنسبة لشنوها جردان واخترانها المستير كانت مستيري كيف دريمتيم من اعبيه الفتر معنى جاءت في فترة مستير كما قلت قالوا نسكلة هي ضحية الاجهاد كولكتيف خارق العادة وقت الكولكتيف يتضرب في البواند روبير وقت الكولكتيف يتضرب في العلو يتضرب في كاذا انتهى الامر معني فباد يابوليزي ومن الانترونير انترونير اللي يجعل مستيره كاكو نسكلة تكلمت عليه هو هو تبقى الفريق تغيره يتعب انقص الياحد وكاو واذا هي امور مستير وكاوو مش غير مدرب غير مدرب وكا عندهم عماد بن يونس بحديها ما على بارتيد لنا وقتيا عماد بن يونس هو مدرب اه بيك عماد كيكا ما عماد مشكلة لكن ما فهماش رضاء على المدرب ما فهماش رضاء من الجمهور ومن المسؤولين على المدرب وعلى بالضبط على طريقة التدريبة متاعه على طريقة يعني كيفاش يجيري لي ماتش ما فهماش رضاء هاوصل لخويا هاوصل لهم اربع سنين عندها لا لا لما بانترنور وصل مستير ونس كنت تشكر فيه قبله هي قبله فهمني نس كنت تشكر فيه با الانترنور كانت عنده هكا الادوات الباية كله كليكتيف خرق العادة همشي اذ محل مشي اذ محل معاه انا نرى انه ممكن زيد الاتحاد المنشتيري كما قال محمد ضحية امكانيات وممكن الرسيد البشري كان محدود كابتن معنى فهم لعبية يغيبه كيمة وقت قوله كان عنك شباوته كل كتير يقولك قوة لكل كتير اي ويغيب عليه واحد ولا اثنين انتهى الصراحة الكل بمشاء القالب بمشاء واحد ولا اثنين ما معنى هذا في رس شوات كابتن فهم اخبار في الصحافة المصرية يقول انه الملاعبي عقد للبطولة التونسية مش من بوابة النيدي سفيقشي لكن من بوابة النجم الساحلي كابتن مو شوية واحد يربك طو يلقى اللي شوات لعب في المنتخب التونسي واختياش واختلي فوزي البنزارتي يدرب ذابت مركا ذا دا نيجر واحد واختلي مدرب يمن بقدرات لاعب كيلقى الفرصة كيلقى الفرصة باش يعايتلو يعايتلو خاطر فوزي البنزارتي هو اللي لعبه في المنتخب ويم من بشوات وربط انتي تطلقى الربط معنية السحية لكن فما حاجة اخرى اللي البطولة متاعنا في قيمة احنا تمثلنا نفتقدو لكن في قيمة فرص شوات اللي كان ناجح في البطولة التونسية وده نكونش يحترف في مصر اللي هي بطولة مصرية اقوى من بطولتنا ربا فوضي انا نقولك خلي انو الامكانيات اللي عندها وعندك نوادي الشركات وملاعبية رادين عليه في الاسماعيلي وقاعدين مركي ومصر مركة ثلاثة بونتو في ماتش واحد وقاعدين برها نقولك يرجع يكون من بوابة النجم الرياضي السحلي اللي هي فيها افكتيف وفيها فلوس وراحة ونقولك انا نقولك يزيد احنا محتاجينه في البطولة متاعنا مش محتاجينه كالكوالك يا مانا فما نقط اخرى دوروف احسن في مصر التيرانيت خير انا نقولك في كل شي خير لا لا انا عاشت غادي في كل شي خير لا لا انا قدتك اخذره شوف انا شخدتك فيزيتك قدتك شوف يعني كيجي يرجع للنجم السحلي بوابة النجم السحلي خاطر النجم السحلي يا مانا نجمش بشي يلعب في ملاعب ام براتي كابل مثلا اترافين في بطولة التورسية اخبار الاخير لويس روبيالة الرئيس الاتحاد الاسباني اللي كنت قدمنا كابتن قال بكل تواضع انا متأكد ان الملف الثلاثي لاستدافة مونديرا 2030 ليجمع اسبانيا البرتغال والمغرب الطبيعي اللي همنا هو المغرب هو الخيار الافضل الملف مدروس وقوي مع دعم الويفا والكاف قلنا في عديد المناسبة ان الويفا والكاف يدعموا الملف هذه الملفات الاخرى فما ملف حكينا على السعودية تتشارك مع اليونان ومصر لا مش مصر كابتن في التطورات تركيا تركيا يونان والسعودية والارجنتين ورقوي الشيري ملف امريكا اللاتينية رايك كابتن في التصريح في اقل من تلك انا مع الملف المغربي البرتغالي الاسباني انتي مع الملف وتدعم الملف اه؟ وتدعم الملف وادعم الملف خطر ساعة حاجة بحدين انا سكلتبش امتي وليه لا تقعد هكا كذي تقس جميع المغرب تبار كلا تحذر في روحها ووريت الاسباني انا بار لباو فامتي اذي المرة ثانية مش تعمل كوبديمونت بل بورتوغال ابار لورو ما عمد حد شيء مية تربط بين اوروبا وافريقيا باهية باهي الاكترا هذا رأي تمتي يربيت يفسيلونا ما ذي اختارك وكاو لكن شوف انا ديما مع الملف السعودي لانك يجي طوى تشوف تركيا والسعودية واليونان انفراس تركتوريك قوية برشة سياحة قوية برشة تعتبروا اقوى اقوى من جميع النواحي حتى ماديا شكرا لك محمس ليتي كابتن خالد حسني مرسيتو تلكي بنتقابلوا الجمعة الجاية نهاد اثنينك العادة بارتير مصعتين باي باي ايافام ماتيو عسليما ومرحبا بكم على ايافام احلى غاديو اجوائم غايمة جزئيا باغلب الجهات اليوم درجة الحرارة